تباينت احوال اقليم كردستان ومواطنيه بالعام 2019 بين الحذر والترقب والتفاؤل نتيجة للحالة العامة للبلاد وتداعيات تذبذب العلاقة بين حكومته وحكومة بغداد الاقليم لم يكن بعيدا عن تأثيرات توتر الاوضاع في بغداد وعدد من المحافظات لكن الامر الايجابي في العام 2019 هو تحسن العلاقة مع بغداد وتبادل الوفود والزيارات بين الطرفين وقربهما من التوصل الى اتفاق حول عدد من القضايا من بينها تصدير النفط والموازن الاتحادية ولم يعكر ذلك الا استقالة حكومة عادل عبد المهدي وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة امنيا لم تظهر في الاقليم مشكلات كبيرة ويمكن ان نعتبر مقتل دبلوماسي تركي في اربيل ضمن الاستثناءات القليلة اضافة الى تواصل القصف التركي والايراني للمناطق والقرى الحدودية داخل الاقليم العملية العسكرية التركية شمال سوريا القط بظلالها على الاقليم مع نزوح الاف اللاجئين من مناطق شمال شرق سوريا وكان مخيم بردرش مثالا على تلك المعاناة الانسانية داخليا شهد الاقليم اختيار رئيس جديد ورئيس للحكومة بعد اتفاق الاطرافي ووفق ما فرضته نتائج الانتخابات البرلمانية التي اجريت العام الماضي نيجربان البارزاني اصبح رئيسا للاقليم ومسرور البارزاني رئيسا للحكومة التي وعدت باجراء اصلاحات حكومية كبيرة واعلنت برنامجها لتحقيق ذلك الساحة السياسية شهدت زيارات لرئيسي الجمهورية ومجلس النواب وعدد من الوزراء الى الاقليم قابلها مسؤول والاقليم بزيارات مماثلة ولم تكن العلاقات الخارجية باقل حرارة من الداخلية فقيادات الاقليم شاركت في مؤتمرات عالمية مثل مؤتمر ميونيخ للامن وملتقى دافوس واستقبلت عددا من المسؤولين من مختلف دول العالم تقدمهم نائب الرئيس الامريكي مايك بينس في زيارة نادرة اثارت الكثير من الجدل اضافة الى زيارتين لوزيري خارجية الولايات المتحدة بومبيو ونظيره الروسي لافروف فضلا عن زيارة رئيس الحكومة الى تركيا العمل الحزبي تواصل في الاقليم باشكال متعددة تراوحت بين المشاركة بالحكومة واللجوء للمعارضة فيما ختم حزباء الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الاسلامي العام الجاري باقامة المؤتمر العام لكل منهما عام 2019 تواصفاته الاخيرة حاملا معه امنيات مواطنية الاقليم بالمزيد من التقدم وتحسن الاوضاع المعيشية بعد معاناة مع الازمة الاقتصادية التي تواصلت في السنوات الماضية رافق كل ذلك مخاوف من حدوث اي تعثر بالعلاقات مع بغداد يمكن ان يعيد الامور الى نقطة البداية